الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي على فقهر وهزم ونصر وعلم وسطر وعفى وغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المسلمون ألا فاتقوا الله عباد الله اتقوا ربكم أضيعوه ولا تعسوه واحمدوه على ما من به عليكم واشكروه كونوا له على ما يحب يكن لكم فوق ما تحبون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المسلمون عيدكم مبارك ويومكم سعيد ألبسوا الجديد واشكروا الله العزيز الحميد تقبل الله منا ومنكم وبارك لكم في أعيادكم وأدام مسراتكم وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وجعل سعيكم مشكورا ودمبكم مغفورا وزادكم في عيدكم فرحة وبهجة وسرورا وأعاده علينا وعليكم وعلى المسلمين في صحة وسلامة وعافية أيها المسلمون ما أجمل سباح العيد وما أسعد أهله الذين أتموا العدة وأخرجوا الفطرة وودعوا موسما عظيما أو دعوا فيه من حلل الطاعات وكريم الدعوات وصالح العبادات ما يسرهم أن يلقوه غدا برحمة الله وكرمه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون افرحوا بعيدكم أفراحا كثيرة فرحة بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه وواثر عطائه وفرحة بالهداية يوم أن ضل غيركم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالحمد لله الذي عافانا وآوانا وكفانا وهدانا للإسلام ولم يجعلنا نغدو إلى بيعة أو كنيسة أو نعكف على وثن أو نجث لصنم وإنما جعلنا برحمة منه وفضل من أمة مصطفات مجتبهة مرحومة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمأكم المسلمين من قبل أيها المسلمون يوم العيد يوم الأطفال يفيد علينا وعليهم بالفرح والبهجة وهو يوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة وهو يوم ذو الأرحام يجمعهم على البر والصلة وهو يوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور وهو يوم الأصدقاء يجدد فيهم أواصر الحب ودواع القرب يوم النفوس الكريمة حين تتناسى أضغانها فتجتمع بعد افتراق وتتسافى بعد كدر وتتسافح بعد انغباض هو يوم من شعائر الإسلام يوم الفرح بفضل الله وتوفيقه العبد للسائم فرحتان يفرحهما إذا أفضر فرح بفضره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن هذه النعمة الربانية والعطايا الإلهية التي فيها تتقلبون وعليها تمسون وتصبحون وبها تغودون وتروحون توحيد وإيمان أمن في البيوت والبلاد وعافية في الأبدان وسعة في الأرزاغ جمعكم ربكم بعد الفرقة وكثركم بعد القلة وأغناكم بعد العيلة وآمنكم بعد الخوف نعم إلهية عظيمة وشكر لله جل في علاه هو الحافظ لهذه النعم الموجودة وهو الجالب للنعم المفقودة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وليحذر المسلم وليحذر المسلم أن يتجاوز في يوم العيد أو فيما بعده ما أحده الله له فيهدم ما بناه في الرمضان وليكن في وجهك في العيد وغيره نور الطاعة وسمت العبادة والمسلم كما يتصل بربه عبادة وشكرا فإنه يتصل بخلقه محبة وإخاء ولطفا ومودة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فكونوا في عيدكم كما أمر مولاكم بعضكم أولياء بعض لتنالوا رحمة منه وفضلا تفقدوا إخوانكم وجيرانكم وغراباتكم وذو أرحامكم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة جودوا بالقلوب الصافية والدعوات الصادقة والنوايا الصالحة فعلى قدر النوايا تكون العطايا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن شهركم قد رحل ورمضان وقد أفل ولا منتهى من سالح العمل فلا تغلقوا مصحفا لا تغلقوا مصحفا ولا تمنعوا رغيفا ولا تحرموا محتاجا ولا تقضعوا إحسانا ولا تهجروا سياما ولا تتركوا قياما وأديموا تضرعكم لمن لا تغيبون عنه ما أحسن الإحسان ما أحسن الإحسان يتبعه الإحسان وما أقبح العصيان بعد الإحسان ومن سام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كسيام الدهر ومن أتى منكم في هذا اليوم من ضريق فليرجع من ضريق أخرى إن تيسر له ذلك اختداءا بنبينا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بشراكم يا من قمتم وصمتم بشراكم يا من تصدقتم واجتهدتم فقد ذهب التعب وزال النسب وثبت الأجر إن شاء الله تغبل الله صيامكم وقيامكم وأعاد عليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم تقبل مساعينا وزكها وارفع درجاتنا وعليها اللهم أعضنا من الآمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها اللهم تقبل سيامنا وقيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك شكرا للمشاهدة